تدجاج الإنراجية والإنراجية هذيك ترجع لك يلزمنا نبتسمه بيش ترجع لنا الإبتسامة حتى اللي مقابلني كي نضحك له ويضحك لي مظفر النواب يقول لهذه الأمة لابد لها من درس في التخريب لأنه أحيانا لما تخرب أصنبوغصان بيش تبني عالصحيح نعتبر الكاميرا هذيك اللي قاعدة تصور فيها بنتي وعندي كيميا كبيرة ما بيني وبين الكاميرا تلك أول اكتشافتي في مجال الصح وفي الشامل كنت من بين الصحفيات القلائل في المشهد الإعلامي التونسي اللي تلقاها في دا كاميرا والدور في الشارع وتوثق كلما نلقى حاجة جديدة تخلقت في البيزاج ميدياتي كمتاعنا تحكي على البيئة نقول تيان هذا واحد آخر باش يسمع بالبيئ وباش يسمع اللي عنا دي بريوريتي وباش ينجم يغير من البراتيك متاعه لأنه نؤمن أنه التغيير الفردي هو اللي نجم لي أدي للتغيير الجماعي زهيرا عسليما أهلا راويا عسليما مبروك أهلا وسهلا مرحبا بيكم عايشك مرحبا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم انت في كتن ما وبحدينا مبروك فرحانا خطر نسمع عليك برشا وقابلتك في حاجات من بعيد وإذا هذي الفرصة الأولى اللي بش نحكيه بالجد وأنا نشكركم على الاستضافة الحلوة هذية وعلى الاهتمام بالمرأة لأنه المرأة عندنا أحنا حارسة من حارسة الأرض واو وحارسة الأرض هذي اليوم بنى موت جيتنا فرحانا برشا أني موجودة معاكم والبروجيت هذية فيه برشا إينوفاسيون عجبني يعني فيه لكامبانيومون فيه أنك أنت تعطي قبل المرأة في سن ما فوق الأربعين وهذي حاجة مهمة برشا خطرها سن متاع نضج بالنسبة لي نضج مهني ونضج حتى شخصي والمود متاعي ديما إنا ماني نبعث الأمل وكي يبدأ عندي حتى موجات سلبية نقعد في الدار من جيش وديما مقتسمة وفي كالي كونتاكت اللي عمليهم بيرتوالما وتقابلنا في ديما نشوف كتافك الحقيقة تارابي الحمد لله هذي كنعمة من عند الله وهذي كسلاح آه أنا جسو انترسي دو سابوه كلمة سلاح أحكي لي كي تبتسم تدقاج إنارجي والإنارجي هذي كترجع لك دونك زيد باش نتجهمه يلزمنا نبتسمه باش ترجع لنا الإبتسامة حتى اللي مقابلني كي نضحك له ويضحك لي وبالتالي الدنيا كي تضحك لها وتبتسم مش بضرورة رو ما عنديش تحديات تعدي تحديات أما من الأحسن أني أنا نبتسم لها باش تنجم تتبعد من طريقي معنا ما تقعدش تحدي قدامي فبالإبتسامة نجمه نعالجه كل شيء وأحيانا زاده في لحظات الحزن الكبيرة بالصمت نسكت يعني بدينا بالصحيح وبالقوي قبيلة قالت عجبني البرجرام وخاطره جديد ونوفاتور أنا أعتبرها ياسر جهيدة قوية على خاطر تعرفوا عليش خاطرها جاية من أهل الميداء فهذا اللي نعتز به برشا مع تماشي أنه يكستيرن اللي ما يعرش نواصائف المشهد الإعلامي في تونس وغيره فشكرا دي جماعة لا يعطيكم الصحة لأنه إفوغ كبير خاصة دعم النساء مهم برشا برشا لأنه أنا نحب المرات التونسية ونموت عليها ونعشق التحديات اللي قاعدة تعيش فيها بشكل يومي هذا ما يعنيش إنه ما نحبوش الرجال نحبو الرجال باش ما يتغشوش منها ولكن المرات التونسية بالحق لا بزوان إنه أحنا نحكيه على تحدياتها ونجاحاتها لأنها قاعدة تخطو في خطاء خطاء مش سهلة بالمرة برشا برشا معوقات برشا مجتمعي نجم يكون حتى مجتمع ذكوري ولكن تلقاها موجودة وتزاحم وتفق بلصتها فبهي إنك أنت تتلها بها الحاجة الأخرى إنه البروغرام فيه وفيه الكوتي ميدياتيك وفيه الكوتي متابعة وفيه بفور بفور أن أفتر وهذا هي مهم برشا 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 باش تشوف شنو والسوكسي اللي صار وتبني عليه وبالتالي أنا بالحق لتوا مخطش التجربة كاملة ولكن دابخي اللي قلتهولي واللي شفته أصلا مدي تولي كراسة متشوقة باش الروح للدار ونعيش التجربة لي في وسط بالحق قطر نحس إنه أنا بدي محتاجة ساعات نرجع الروحي ونسألها شنو اللي فيك ماشي وشنو اللي فيك ينجم يتحسن خطر بالنسبة لي أنا ما فماش حاجة في الدنيا مش ماشية فما كل شي ماشي أما ينجم يكون حاجة مش ماشية بالكداكي ما يلزم هي اللي تتحسن والباقي نبنيو عليه ونزيد ونطورو شكور لكل ما ما تحبيش يمكن برشة في الوضع لوضاع اللي نعيش فيها تصحيح المسار كيكا تصحيح المسار أي وبهي راهو تصحيح المسار نقول لك حاجة أنا صحيح اللي توا موجود في تونس معناها يؤلمني ونغزر له هكا ببرشة غبن وواحد وكريتيك وكل أما راهو امتحان به لنا أحنا راهو ما تنجم تبني ساعات مضافر النواب يقول هذه الأمة لابد لها من درس في التخريب لأنه أحيانا لما تخرب أصنبوغسان بشتبني على الصحيح وبالتالي ما فيها باس إذا كان خربت تونيبنيو اللي بنايقبلنا واجدودنا اللي خائضوا الحركة الوطنية وخرجوا الاستعمار وبنايو تونس الحداثة اللي أحنا فيها اليوم واللي أحنا ثلاثة نساء بكل ما لدينا من قوة قاعدين نتناقشو في كاريير كل واحدة فينا راهو ينجم يبني من جديد وإنا منيش قاطع الأمل بالعكس ونرى إنه توى وقت البناء في تونس أنا جاتني أكثر من فرصة إني نهاجر ما هاجرتش بالعكس هوني النجم نلقى حتى الحاجة البسيطة اللي نعملها تلقى الصداة متاحة محليك كلمك مبروكة أما نحب نعرف أكثر ويأتي تفرجوا يعرفوا أكثر شكوني مبروكة وعليش أنت اليوم تجم تحكي لكلام هذا المعبي مخاطر فما باركور طويل أبار أنك من قارقنا ما تجم تقولنا أوه مش أن نقولك حاجة صدقني سيكنا في ذهني أما وعدت نفسي إنه في البروغرام هذايا نحكيها أوكي أنا كي كنت في قارقنا طفلة صغيرة بنت عائلة فقيرة بسيطة جدا جدا كانت واحدة من قريبنا ولا من البعاد علينا مش بالضرورة نقولش كون باش ما ننجمش نحرج حتى حد ولكن كي كنت صغيرة هي تعطيني مثلا الأدوات والكرتابة بعد ما تكمل بنتها فمن بين المرات اللي تناقشت فيها هي والوالدة قلت لها تي أنتي شكو انتي بنتك كانت تاخذ في كرتابلتي باش ما تهزش كرتابلت بنتي باش ما تهزش تباشها في ساشي يعني شوف هي هي معناها رهي مسألة بالعكس محليها بالعكس هذي كاللي صنع أنا اليوم شنية وبرك الله فيها ويرحم والديها إنها قالت لك لأنه ربما هذي كان ينجم يكون أخلق العزيمة عندي من داخل باش أنا وصلت اليوم فأحيانا بالحق أول مرة نقولها رغم إنها ما هيش مقلقتني من داخل أما باش نقول لك جوز تحبيتها كبداية باش تفهم أنا وين وليوم وين وقدش أنا فخورة بيها اللحظات هذيك لأنها لحظات الضعف والفقر وقلة ذات اليد هي اللي تصنع منك التحدي ونهارة اللي تنجح يكون نجاحك يا مبنو دونك بالحق بغي ما حبيتنا بذلك بالمسألة هذية أنا تربيت وعشت وقريت في جزيرة قرقنا أصيلة بيرعلي بن خليفة من ولاية السفاقس عندي أم وبو وعائلة الله لي نحيهم علي ربي فضل هما السند دمتاعي توى وقبل وجزء كبير منهم اليوم موجود في المشروع اللي ربما تتيحنا الفرصة باش نحكيوا فيها والوالد والوالدة ربيونا على بارش قناعات محليهم هما اللي خليوني نقدم في الحياة المهنية وإني أنا بنيت روحي بروحي وهذية برشا مهم لاستقلاليتك القناعتك لثيقتك في نفسك للشي اللي تنجم تربي به صغيرك وتفهمه إنه مش بالضرورة ركت تلد في يدك في فمك ومغرفة من ذهب باش تنجم تكون أنت ناجح في الحياة لا الحياة هي مقاومة يومية هي ممارسة يومية هي تحدي يومي ومنيش معناها مرأة ثرية بالفلوس أما ثرية بقناعاتي ومباتئي اللي خلوها لي والدية وهذية في حد ذات ومكسب كبير قريت في معهد فرحات حشيد في قرق نختيت الباك جيت لتونس العاصمة وحدي ما جاي معايا حد لأنه الوالد والوالدة ماينجموش يتنقلوا لأنه عدد أفراد العائلة برشا دونك خضنا الحياة على مكري أنا الأخت الكبرى وأنا الإبنة الكبرى وهذا يحمني مسؤولية كبيرة قد تشكو منه واحدة جيت عندها المسؤولية هذه الأخت الكبرى هذه كرة هي تحدي وسيلح ذو حدي إنك تكون الأخت الكبرى به وإنك زادها تكون الأخت الكبرى مسؤولية وساعات الدركة يتيح عليك أنت والدركة ذاك يزيد يا عمق الدركة اللي عندك في المهنة وفي العائلة وكأم وكل شي ولكن زادها إنك أنت تنجح فيه الدركة ذاك بالليزليمون اللي فيه الكل أولا تحلل بيبان وثانيا تثبت الروحك اللي أنت قدوة باية واتأثر أنا نحب الشعير ونحب الأدب وكنت صغيرة نلت أهم الكتب التهاما ومن بين الأشياء أنه كانت أمي تعطيني نمشي نسرح بالنعجية نسرح معي كتاب نكمل ونروح شعدي الوقت بالحق رأي حلقة صراحة عملي ما قلت بني دي تاي هذا ما سوصن دي دي تاي تخيي بيخصونال أما بالحق وفخورة بيهم على الأخر فكنت نحب برشا برشا الكتب والأدب والكل إخواتي تبعوني لأني أنا لغة الكبرى كيف يشوفك هو يستلهم منك ويمشي في الاتجاه وكل دونك هذية مسؤولية قريت في معه صحافة وعلم الإخبار تخرجت في اختصاص تليفزيون عملت مرحلة ثالثة تحليل خطاب في الفاكولتي دي لاتر دومانوبا أناليز دي دي سكور تحليل خطاب وبعدين بديت نخدم خدمة عمين في الغياليتي كنت من بين مؤسسي مجازين حقائق اللي هي للأسف توا ما عادش موجودة في المشهد الإعلامي وادربت وقريت عند أسيد ذا نحبهم ونحترمهم وتوى زملائي في المهنة وأصدقائي والكل وبعدين رجعت لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار نقري نقري صحافة الاستقصاء التليفزيوني وكيف كيف بعد تجربة متعامين في الرياليتي حنكتني خطر إينا نحب برشا الصحافة المكتوبة وأعتبرها أم الإعلام وأم الصحافة واللي مر بالصحافة المكتوبة ينجم ينجح في التجارب الأخرى الكل لأنه بالحق تجربة كبيرة برشا برشا ففي مجازين غياليتي أخذت التجربة متع تأسيس حقائق أونلاين وبعدين مشيت مع قناة دوتشفالة الألمانية كمراسلة في جي فيديو جورناليست صحفية شاملة نصور بالكاميرا نعمل المونتاج ولا سبيل جورناليستيك وكانت تلك أول اكتشافتي في مجال الصحفة الشاملة كنت من بين الصحفيات القلائل في المشهد الإعلامي التونسي اللي تلقاها في دا كاميرا وتدور في الشارع وتوثق كانوا عندنا دي فام كاميرا وومن في التلفزة الوطنية واحدة بركة كانت تتوثق مهرجان كارتاج ولا في اللي بلاتو ما كانش فاما لجورناليست روبورتير ديماج ان دوميلويت بديت التجربة في 2010 و 2011 كانت حقيقة تجربة حنكتني أكثر وقربتني أكثر للمجال الإعلامي غطيت الثورة في تونس وكنت من أول الواصلين السيدي بوزيد نهار 9 جام في 2011 ووثقت التسعة شهداء اللي كانوا طاحوا نهارتها في الرجاب وكنت خايفة برشا برشا لأنه تلك كانت أول لحظاتي في الصحافة هكا متاع الحرب متاع الطنسيوم متاع أقبلها كنا عايشين يعني نمارسوا في مهنتنا فم ضغوطات أما ما فميش أنك انت تكون فاسة فاسة مع سنايبر ولا مع القناصة اللي كانوا موجودين فكنت هكا خايفة وأينا ميش يالسيدي بوزيد ما قلتش لعائلة خطر نعرفهم بش يتقلقوا كل شي كتبت رسالة وصية ثم بعد نجيو للوصية هذيك لأنها هي كانت من بين الحاجات اللي كتبت عليهم شقيقتي في واحد من الكتب في الولايات المتحدة الأمريكية وهي عاملة وكانت موجودة فول برايت وديتكتوها جماعة ناشينول جيوغرافك وجاء مورغان فريمان واستدعاني باش حكيت حلت لها البيبيين وحلت لك البيبيين التجربة في حد ذاتها هي شوف ساعدت تعمل حاجة مغير ما تشعر فالوصية متاعية هذيك اكتبتها لأنه بالحق نهرتها ونحن نشوفه في الناس قاعدة تموت ينجم يجي في الكرتوشة عادي جدا بعد ذلك خلط الحرب في ليبيا كموفدة للدوش ذلا أيضا مشيت أيضا الليبيا وغطيت الحرب في ليبيا وقعدنا ما بين الحدود التونسية الليبية وكذلك داخل ليبيا مدة شهر أنا وزميلي خالد الكوتيت يذكروا بالخير وعشت تجارب صعيبة برشا برشا ولكنها كانت فيها برشا متعة أنا 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 شغل في برشا بالإعلام وبالصحافة من اللي أنا صغيرة ونتذكر روحي وأنا صغيرة نحلم نكون صحفية وكانوا في قرقنا في ولد قاسم يعايتولي حتى اللي يشوفوني يعايتولي شيرين أبو عقل هذا محدي هذا نحن يعايتولي شيرين فيهم لن يكون يعايتولي شيرين إلى حد الآن معناها لنحب نحب التيران ولتوى لم أشبعتش من التيران وجيتني فرص أني شديت رئاسة تحرير في مؤسسات إعلامية وما نجمتش روحي لقد روحي نهار طوله بره ما نجمتش نعمل الواحد ولتوى الميدان يأخذ مني على حساب الكوتي جيران وإنك 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 جيري l'équipe جيري l'équipe لكن أستطيع l'équipe تكنيك autour deني جيري تكنيك التي تخرج معايا للدوكومنتار التي نصورهم أو للإمissions لكن لا أستطيع جيري كل شيء administratif في مكان برو ومكان تحرير 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 نحن نحن نعمل حاجات بيدي في الجرناليستيك نحن نعملها خطر ماش بعد مانو فبعدين طبعا بديت ندرب مع قناة 22 سمحني المسيرة طويلة وقت اللي تحب تقص عليه قص عليه رأي خطر 20 سنة ما شاء الله وإنك نحن ندرب بديت ندرب مع أكاديميات الدوتشوبالا في مجال تطوير وسائل الإعلام ونحن ندرب في صحافة الجوال خطر بحكم اني كاميرا ومن ونعمل المنتاج لذلك اتنظر كاميرا في مجال السمارتفون والتي تنصور بالسمارتفون كنت نعتبر الكاميرا هذيك اللي قاعدة تصور فيها بنتي وعندي كيميا كبيرة ما بيني وبين الكاميرا يعني بالحق نحبها وتحبني وساعات تبدأ تلقط فيها صدقني منهم مرة قدام البالما يوم نعمل في نصور وفي مسيرة عندي زميلي فوتوغراف نحبه برشا برشا وفنان ما شاء الله عليه هو قدام البالما يوم وانا بحثة سكة من هكا وهو يصور فيها من قدام البالما يوم والله غزرت الكاميرا وشفتها اللي هي تصور فيها يعني بالحق يعني ساعات هكا فما كيمياء بيني وبين هنحبها وتحبني وتعطيني ونعطيها وساعاتها بك دي موين تخي مودست نعمل حاجة مزيانة والناس تحبها فهذا يا زيدا أتو نعمة من عند ربي في مجال التدريس زيدا كيف كيف في معهد الصحافة وعلوم الإخبار التدريب مع العديد من الأكاديميات يصعب وحصرها وكيف كيف في مجال الدوكيمنتار والإخراج والإنتاج بديت المسيرة الأولى في فيلم تراجيديا دولة الاستقلال 1962 كونبلو كونترو برقيبة فيلم تاريخي مدو حوالي ساعة من الزمن يحكي على الساعات الأخيرة قبل المحاولة الإنقلابية وكانت الإخراج فيه أنا وشقيقتي فتحية خدير وتو بعد نجيه للعائلة وشكونوا معايا في العائلة لأنه إذا كاني ناجحة اليوم ما راني منيش ناجحة واحدي لأنه رايا ما شاء الله إكيف سوا من قرائبي وعائلتي وخويا وأختي وساعات حتى أخويا الأخر مسكين من خدم فيه كيف حالك؟ نحن نتعلم ساعة أساسة حول مسكين من خلال مباشرة كاتفة وعائلتي وكاتفة كتابة منهم كتابة منهم أنا من ربعة بنات أنا الكبيرة وإخوتي الأولدي كل تحتي وأنا أول واحدة يعني خدمت وأنا أول واحدة خذت شهرية وأنا أول واحدة معنا ينجمت العاون وهما يتبعوا أختيقات لكي أختيقات لأني قلت لها أعمل إخراج خوي عمل مانتونس اندستريال ومحبش يمشي فيها جبت ودربت في الكاميرا وفي المونتاج وبعدين مشي قراء واخذي الديبلومان وأختي مترجمة للإنجليزية ديما نعطيها لفليم وترجمة للإنجليزية ولكن هذا لا يعني أنه معايا توا دوتر إليمان اللي هو كل ما يجي معايا ستاجيار جو ديتكت الإليمان اللي نحسهم يشبهون في الكمبيتنس متاعنا ويقعدوا معانا في الإيكيب ويقعدوا في 4K Productions وفي Cosmos Média البنجيل 4K Productions Cosmos Média خاطر ماشاء الله صحيح الكارير تويلا معبيا وشارجيا فيها تيران فيها لے poste de responsabilité فيها لفرماشن فيها لمودération شنو خاليك بش تلانس ton propre ميديا ولي هو سامحني مانتا موجيس فا كبير على خاطر مهوش un ميديا كلاسيك هو ميديا environnementال هكاوالي على المسألة البيئية شنو اللي خالي سويتش مود سالاريه مود انترpreneur وفي ميديا أنا إلى حد الآن نخدم فريلانس مع قناة DW والألمانية ومع تيفيسان كموراسلا من تونس وفي الفين وعشرين عملت 4K Productions لأني لقد روح نعمل في دي Productions اللي هوما ينجم كونو autour دن دين سوستي دو Productions بش نجم نكبر بش نجم نخرج من بوتقة مبروكة لفريلانس اللي تنجم تخدم كان حاجات شوية لا خليني من نحل البيب الروحي وللاخرين باش نجمو نخدمو على البروديو فيزيال ثم اني جي أكومولي وين اكسپيريانس سات اكسپيريانس ماذا ماش تقعد عندي اينا بركة ولا تقعد عند جزء صغير لا لا يلزمها تتطور ويلزمني اينا نثبت زيدة جدارتي في انه يكون عندي مؤسسة اعلامية اللي تنجم تكون مفتوحة للصحفيين الشبين اللي يتخرجوا من معهد الصحافة وعلوم الاخبار ولا غيرهم المغرومين ايضا اليوم في الصحافة البيئية رانا نستحقوا حتى للمختصين في البيئة باش نصنعوا منهم صحفيين خطرهم سبيسياليست في الدومان دونكي نجموا ينشفوا عندهم المعلومة يكفي انه نعطيوهم المهارات اللازمة ثم اني دربت الكثيرين دربت دي سنتين دبوي دونميل ديس جسك وجودوي وانا في كافة مناطق الجمهورية ندرب صحفيين شبان وبالتالي اعتقد انه بعد هذا الكل يلزمني زيدة اينا نثبت جدارتي في انه تكون فما مؤسس اللي هي خلينا نقوله تستلهم اكالقواعد والاخلاقيات والمهارات وتخدم بيهم وتكون ريفيرانس للناس وفي نفس الوقت تكون زيدة باب مفتوح متع رزق الناس تنرجم تلقى فيها الغفج امتحها علش البيئة؟ هذي سؤال اسألت وروحي حتى مؤخرا علش مبروكة ماشية للبيئة اكثر ربما لاني تربيت في جزيرة قرقنا دون زن يكو سيستام تري فراجيل اللي هو بشوية بشوية ولا فراجيل أكثر وأكثر وكالي بو بيزاج اللي تربيت فيهم وانا صغيرة قاعدين يطلطوا قدام عيني وبالتالي ربما أنا في عمقي وفي باطن الباطن يقول لاخر من الدخل من الدخل يلزم لي نغير الوضعية هذي كوالا الوتي جورناليستيك peut faire معناها تشنجم وإنما وإنما نحب الخضرة ونحب الغابة ونحب البحر ونحب الطبيعة ونحب إنه نبقى البقاء متعنا مرتبط بكل ما هو بيئي نتمنى إينا لكاليراج متعنا اليوم اللي نخدمه فيه في البروديكسيان يكون بالفوتوف والتاييك بالإزينجير نوفلابل خطر عنا شمس ما شاء الله إما بشوية بشوية ونحن نعمل في كوسموس ميديا ويأتي أيضا من تحدي أيضا لأنه أنا كنت في إذاعة خاصة وكنت ديما يعطيوني هكا لزر هكا مرت في الجري ولكن يعطيهم الصحة وبرك الله فيهم لأنهم أول ما نفتح المجال باش أنا عملت كوسموس لإميسيان وتعاونوا معايا ولكل وكنت نعمل بنيفول نهارت اللي أنا شفت أنه لا هكا هوا معاتش النجم نعمل بنيفول كان فما ريزيستانس أنك أنت تعطيني مقابل مادي أوكي مدام ما فماش مقابل مادي عندما لا خليني نعملها أنا ومدام لي كيب متاعي تخدم خليني نخدمه أحنا وخليني نوسع لأنه كل ما كنت نكمل لإميسيان نهار لحد ولا نهار الجمعة يجيوك برشة تليفونات مدام برب يميسيرش النجم نكونوا معاك الجمعة الجاية مدام برب يران نعملنا الأكسيون الفلانية ولا الإنيسياتيف الفلانية نجمو نحكيو فيها نلقى روحي ساعة ما تكفينيش عدهت 24 ساعة على 24 ساعة وانا نحكي بيئة وانا نخدم بلاش بلاش وتولي مويا يجيو الحمد لله بالوقت والخدمة والاجتهاد والعمل وبالأيضا لابون يعني أنك أنت تخدم وما تحسبش ساعات روكي تخدم ما تحسبش يجي الحسابات وحدها ولكن ساعات يجب أن تحسبوه أنا فشلة فيه شوية ساعة لا نحسبش بالإقدام بالإقدام لا نواصل لذلك نتعلم كيف نجم نحسب وكيف نمشي للحاجات التي تجيب فلوس ليس النهار والطول وانا ووكا لو قاعدين في الأستوديو ويغزروني معناها لكبدو كوسموس ميديا دي ما العتب بمتحموني لذلك نحب كوسموس تطور وتولي مؤسسة إعلامية وشوفت في الكوارات الموجودين قدامي بش نوات تحلم أيها سيدي كنت نحلم أنه يكون عندي فيلم دوكيمونتر ياخو أوسكار كيف عملت كوسموس ميديا نحس كأنه عندي بيبي نحب أن يكون مؤسسة إعلامية يكون عندها مراسلين في الدنيا الكل ويكون كما الجزيرة وكما بي بي سي وكما الدوت شابيلا وكما نحلم بالكبير نعم يبدأ عندي مراسل طلع لي من الصين والآخر من الولايات متحدة الأمريكية والآخر يعني بالحق تحل أفق آخر وحلم آخر بكوسموس ميديا وأعتقد أنه اللي وصلت له تويكا لا أحسرت له برشا ولكن وصلت له بالعمل والإجتهاد وهذا اللي عيبوها علي برشا من اللي كيف حولي حتى كيف نعمل التيم بلدينج متاعنا أول حاجة يقولوا هالي راك تخدم ياسر راك ديما النهار وطوله أنت تخدم أعطي شوية روحك أعطي شوية الولدك وينا منيش مناجم مبطل يعني فعليش ليه بالعمل اللي جي هذي ونقص ميديا هي المؤسس تحدي بالنسبة لي أنا والبيئة رأوا بالعكس البيئة أرجوانس توا عنا توا ديز أرجوانس كليماتيك يلزمهم أكثر من كوسموس ميديا ونفرح كل ما نلقى حاجة جديدة تخلقت في البييزاج ميدياتي كمتاعنا تحكي على البيئة نقول تيان هذا واحد آخر يسمع بالبيئة ويسمع اللي عنا وينجم يغير من البيئة لأنه نؤمن أنه التغيير الفردي هو اللي يؤدي للتغيير الجماعي وساعات نقول حتى نحن المسؤولين عليهم والدول الصناعية الكبرى هي اللي قاعد تأثر فينا حتى نحن مسؤولين يكفي أنه نغير بشوية بشوية من رواحنا ومن صغارنا ومن البيئة بشوية بشوية هذيك يكبر وما ليهم إلا يفهموا أنه راه مفماش مجتمعات استهلاكية إذا واصلوا على النسق هذية كنا مش نموت ولكنا مش يكون عنا التطرف مناخي ولكنا يمش نموت بالحراغ يمش نموت بالفايضانات يمش نموت التبوى دوك نحن نصرحوش لبعيد نحن نحن الروح القرقنا في كونجي والله إلا نقعد في الدار بالكل بالكل نمش نخدم لابد أني نطر موضوع على روبرتاج نخدم عليه بالحق وقت اللي ما نخدم نخدم وولدي دخلته في العجة عمر عشر سنين يخدم معا صغير هذا لا نعرف ما هو صحي وكل ولكن نخدم نخدم بغراء ونخدم بالشغف ونحس روحي لا نبدأ والله كيف نقعد ثبت وحد لا نقعد نخدم نحس روحي نقص حاجة سبحان الله يعني نحس روحي يجب نعمل حاجة وساعات حتى ولدي يقرأ مثلا ندتكتي الحاجات اللي في علاقة بالبيئة وكل نبدأ الانتجاه ذاك البرح جاني قال لي يا يا افرح افرح الكتاب سنين يحكي كله على البيئة وعلى الناتجاه يعني عندك عليها في الوصف والتوم لو لاني يحكي على الجوناليست والمؤسسة الإعلامية والمكونات متاحة والكل القتل ويا بس نعم يعامك معنا مع بعما هل أنت تعتقد أنت متوازنة سؤالي حير نجم 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 أنا على الأقل في روحي من الداخل ليس اللي يغذرون به العبد متوازنة صفا الحمد الله معناها شيخة من ينقوم الصباح للروح العشية وانا الشيخة باللي قاعد نعمل فيه وبالتالي متصالحة مع روحي و من متقلقة بالكل ينجم بو متقلقين من أني ياسر نخدم وإلا ما نتفهم برشا وإلا حاجة ونجم نكون زادة فما حاجات بصراحة ساعات حسيت وليت نحسها في روحي وليت عقلانية أكثر العطفة ما تلعبش دور كبير عندي وليت مثلا حتى ما تجربتي في ليبيا برغم لي تجربة إيجابية وزادتني وكل شي عشت فيها حتى حتى يأتي قدامك ساعات وكل شي ساعات يتقوم لا لديك الحق أن تعيش مثلا الحزن أو الدبريسيون أو حاجة ساعات يكون خائب فيها أنا أكثر من لازم لا حكاية قوة لا ردك سعيبة لا بالعكس لا أصحابي وحبيبي وعائلتي يلقاوا فيها وقت يلزم نكون موجودة يلزم نكون موجودة وقت يلزم وقف يلزم وقف ولكن زاد راه إذا نجم تقف معناويا مع العبيد عائلتك وقت ما تقف معها ماديا ساعات هو الأصعب أنك لم يكن عندك باش تمشي أمورك في أزمة معينة يعني مثلا عشنا مؤخرا في العائلة أزمة صعبة برشا برشا لولا كان عنا لموين فنانسية ما كناش نحلوها وبالتالي أكل المعنويات والله في الفترة هديك لمعنويات لوال وتانا ومعنويات كنت هما يبدوا خيضين وواحد وكرسبين وكل وأنا نجري في حاجات أخرى ما عند حتى علاقة بالعاطفة يعني يلزم تكون واقفة وكل شي ومات ومات سلمش مبروك أنا اللي يعجبني في اللي حكيت الكل يعني مش قول تسئل ودج ولكن أنت حكيت قصدك خاس كام لما يكفيش الوقت بش واحد 20 سنة خبرة و20 سنة كاريير و20 سنة كفاح متصلحة مع ذاتك تعديت بالمجالات في الخدمة العمل الصحفي حلية الميديا التي تحلم بالأوسكار من عاشر نصول ولي بخوا 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 اليوم أين تشلنجم الكبير أين خوفك أين وقفتك أين تسئولتك أين أحنا بش نجمون نعاونوك أوك في الحقيقة أنا اللي ينقصني في مرحلتي الحالية هو تنظيم الوقت أنا الطموحات ساعات من نجمش نسيطر عليها عندي بارش هكا أحلام نحب نعمل كل شي في نفس الوقت وين تنجم تكون في مسألة المنجمنت التايم منجمنت واعي به هراني أما منيش من نجمة نغلب روحي باش النجم نكون فيه وخليني نستفيد زيدا من التيم متاعي اللي كيف حلينا جلسة الصراحة في التيم بلدين متاعنا عطاوني إنه مبروك رك ياسر قعدة تخدم وتخدم فينا معاك ومكش مقدرة إنه كل واحد فينا عنده حياته الخاصة وعنده الاهتمامات نمشي بسرعة نمشي بسرعة واللي حققته حققته برشرة اللي تحقق تحقق مشاء الله الحمد لله ولكن ربما تايم منجمنت ربما زاد اللي الكوتي ساعات يلزمك زاد تقعد شوية مع روحك يعني أنا عندي أكوميلا متاع أرشيف ثلاثة أفلام وثائقيات كل شي البروديكسي شاطرة فيها من أنك أنت تقعد في البيرو وتخدم على البروديكسي وتنظم كالحاجات وأرشيف أنت ما تحبوش نستحب تيران نحبوش نعطيه الوقت اللازم آما يبدأ عندي حاجة تعيطي في تيران نعطيها هي الأولوية ما نعرف أني نقول لا مش وقت وتوى عندي زميل ألماني يقول مبروك يلزمك تعرف قول لا وهو ربما زاد البروفيل متاعك فريلانس معناها هو اللي خلاني ما نقول لا خطر كي تبدأ تخدم فريلانس في بداياتي وكل يزمك تأمن حياتك معناها يزم يتسكر بيبي يتحل بيب دونك يزمك تقول لا أحيانا وتحاول تجي على روحك باش تنجم يكون عندك آخر الشهر لموين فنانسي لازمين باش نجم تعيش وبالتالي وليت نقول في حاجات نقعد نتعلم بشوية بشوية أنا مزلت أنا مزلت أنا مزلت فما une espèce مهيش كنترادك سولي أما تتعوني نلقال كلمة entre la femme passionnée la chef de famille que ce soit على والدك والأخويت والمعاك finalement et la chef d'entreprise خطر Freelance entrepreneur يقدم على l'échelle de la personne أنت اليوم هزت تك passion كل flam كم une flam qui brûl هزت تك une grande passion هي probablement لنش حتى تك ظهرت تكون une femme épanouie passionnée par ce que tu fais اليوم نجم نقول لك est-ce que tu veux devenir chef d'entreprise ou تحب ترد العباد يتعيش معك passionnée كيف كيف نحس شروحي chef d'entreprise de la team إذا نرى في الجمهور، لا ترى ما نرى ما يعطيه، لا لا، ما ينحضر، يستطيع المزيدة، والذي نحر فيه، نعطيه لذلك. لذلك، فما هذا الـ SPREME تعلق اللي نخدم بها، لذلك، لأنني قلقتني بل مرة. هل كوسموس ما يشتوالي إنه إنترز؟ كوسموس تولي انتروبخيز وهي توا انتروبخيز في الحقيقة خطر مانيش واحد اما اتنقلك وين تنجم تكون الاشكالية يلزم مبروكا تبعد على كوسموس تتفصل يعني انا توا من الناس الكل ولا انا في داخلي زادة مانيش من نجما نلقى كالدستانس بيني وبين كوسموس انتي واحدك وانا واحد حتى الرأي العامراه ولي معناه بالنسبة لهم مبروكا سي كوسموس كوسموس مبروكا سؤالك حلو انك انتي تحب تولي الناس باسيوني كيفك انا اصلا دي كيب متاعي ردويت على خاطر مع احترامي اللي قاعدين يشوفوا فينا الكل واللي يخدموا الكل بصراحة قيمة العمل تفقدت في مجتمعنا مش سهل انك تلقى ناس خدامة اللي بالحق يخدم يعطي برشا ويعطي من غير حساب يوالي يحسب اللي تايم ويحسب وحنا انا نحس انو اللي علام والصحافة ما يتخدموش بالوقت وما يتخدموش بانو لا نعمل هذيكا وينتهي الامر لا لا انا في حالة تطوير يومية ما يلزمنيش ناقف اني انا راني عملت الحاجة هذيكا ناقف غديك يزمك تكون innovatif انتي مرائي انت تريش في صحافة حديث انت تريد في صحافة حديث بلن تريد في صحافة مرائي بالشخص والقاور الواحهم في وسط حتى في وسطنا احنا في كاتيم ومغرومين باللي يعملوا فيه وبالتالي انا انفليونسوز اما نعتبر روحي انفليونسوز في البون سانس وعمري ما جيت العبد وإلا معناها جلوي انتيميدي وإلا نقص له من شأنه لا 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 ديما حتى كان فما شوية قد ها كان ثمنه لأني نمن انه كشوية كيتثمنها وتعطيها قيمتها تنجم تكبر اما كيف تولي انتي تحقره وإلا حاجة راك تنجم تعمله تهدم له حياته لكل ساعات يعني انا نتذكر مرة كلمتني بني بعد مدة طويلة نجحت الباك وقتها تشاور فيها والله يا عالمي سنجر ما دام نحب نعمل صحافة تنصحني ان نعمل خطر برشة وحيد قالوا لي راه سعيبة ودمين خايب ودمين سمحوني في الكلمة مصخ وكذا قلت لها احلى ما فما الصحافة اللي يحب يخدم حاجة نوبل يخدم صحافة والله بعد سنوات كتبتلي من الولايات المتحدة الأمريكية كتبتلي مدام نشكرك لأنك انتي اكل كلمة متاعك هذيك هي اللي خلاتني نمشي ونقرر القرار متاعي ونصل للشي اللي أنا نحب عليه وولي يسألني ونقوله امشي ورشة غف متاعك امشي تحبها اذا كانك مغروم بها راهو امشي لها وهني نقول لك منتا والله صدقني وقلهم حتى نوفى بالوحدة هذه بالمعلومة هذه راي مش متاع فلوس مش مش تعمل منها فلوس راي صحافة يعني بالحق متاع واحد مغروم وشغوف ويحب يعطي وعنده الجرأة باش يعطي ويطور مهاراته أنا لليوم نتعلم حتى من طفل صغير قدامي حبيبتي شكرا 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 ربي يخليك لكوارت هدومة حتيتهم بحدي بش نحكي على اليوم ولا وفي الوقت ولكن عنا أربعين يوم كامليين بش نكمل فيهم القصة هذي بش تهزدنا قصة الشغاف في الباسيون كيف نقسموه بش نخدم على مبروكة هنا الشخص الشخص دكور بشترك بلاكس يشرفني ويسعدني مرحبا مرحبا مرحبا